اشتركوا في القناة تقرير يصفع البوليزاريو ويفرض حيزا مهما من خطاب الملك محمد السادس أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريس تقريره السنوي حول قضية صحراء المغربية على الدورة الثالث والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة ويفرض التقرير حيزا مهما لمقتطفات من خطاب الملك محمد السادس في السادس نوانبر 2017 بمناسبة الدكرة الثاني والاربعين المسيرة الخضراء وأشر الأمين العام في هذا الصدد إلى أن الملك أكد أن المغرب يظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية التي أردها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي ويرتكز هذا الالتزام على ثوابث المملكة فيما يتعلق بالقضية الوطنية ولا سيما رفض أي حل خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الداتي وضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤوليتها من أجل إيجاد حل النهاء لهذا النزاع الإقليمي واحترام مجلس الأمن باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مصار التسوية ورفض أي مقترحة متجاوزة للانحراف بمصار التسوية عن المرجعيات المعتمدة ويبرز التقرير التزامات المملكة في مجال مواصلة التنمية السوسيو اقتصادية بأقاليمها الجنوبية كما تم التأكيد على ذلك في الخطاب الملكي وخاصة كون المغرب لن يقف مكثوف الأيدي في انتظار إيجاد الحل المنشود بل سيواصل العمل من أجل النهوض بتنمية أقاليمه الجنوبية وخاصة بجعلها سيرة وصل بين المغرب بلدان إفريقيا الواقعة جنوبا وفضلا عن ذلك أبرز الأمين العام الهدوء السائد في السحراء المغربية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير واستعرض التقرير أيضا الجولة الإقليمية الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرئيس هوريست كولر التي قام بها في أكتوبر 2017 وذلك بأن السلطات المغربية جددت التأكيد على دعم المغرب للجهود التي يبدلها المبعوث الشخصي وعلى أن المملكة تبقى عازمة على إيجاد حل سيات للنزاع يرتكز على المبادرة المغربية للحكم الداتي سنة 2007 مشددة على ضرورة أن تلعب الجزائر دورا أكثر أهمية في هذا السياق كما أشار هذا التقرير إلى الزيارة الثانية التي قام بها كولر إلى المنطقة في يونيو الماضي والتي زار خلالها الرباط والأقاليم الجنوبي على الخصوص وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن جددت تأكيد في هذا القرار على الرعاية الحصرية للأمم المتحدة للمصاري السياسي وطالبت دول المجاورة وخاصة الجزائر بتقديم مساهمة هامة في العملية السياسية والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات تطورات جديدة في ملف الصحراء بعد رد الملك على القرارات الأخيرة قال المركز الأورو متوسطي للتعاون والديبلوماسيا المواطنة إن الملك محمد السادس ذكر بالموقف المريح جداً للمملكة على الساحة الدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية القضية التي يتبعها التلاح بين الملك والشعب المغربي فبالنسبة لرئيسة هذا المركز الذي يوجد مقره ببروكسيل فإن توابط المغرب في هذا الملف معروف لدى الجميع وتحظى بدعم واسع من قبل المجموعة الدولية مذكرة بأن مبادرة الحكم الداتي التي تقدمت بها المملكة في 2007 لقيت ترحيباً كبيراً من قبل المجموعة الدولية بما فيها الأمم المتحدة والتي أكدت على جديتها ومصداقيتها وبعدما أشارت إلى أن مثل هذا الحل يتطلب من الأطراف المعروفة جيداً بالعمل على استمرار هذا النزاع المفتعل تحمل مسؤوليتها ذكرت رئيسة المركز الأورو متوسط للتعاون والديبلوماسية المواطنة بأن ملف الصحراء يندرج اليوم في أجندة الأمم المتحدة لكنه أصبح موضوع تشويج ديبلوماسي ومن الواضح أن التاريخ ينتهي بالكشف أكثر فأكثر على الانتجام بين مبادئ وتوابط المغرب والمواقف الدولية واعتبرت أن أولئك الذين حاولوا نقل مركز الثقل من خلال نزع الشرعية عن الأمم المتحدة وتوظيف باقي هيئات ومؤسسات أخرى دولية وأوروبية وجدوا أنفسهم بسرعة في مواجهة شرعية وقيادة الأمم المتحدة في ملف الصحراء وذكرت بأن مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي أكد بشكل لا لبس فيه الإختصاص الحصري للأمم المتحدة في مجال الإشراف على المسلسل السياسي مشيرة إلى أن هوريس كولر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء ذكر المؤسسات الأوروبية بريادة الأمم المتحدة خلال خطابه بالبرلمان الأوروبي في شهر ماي الماضي مؤكدة أن الأمر يتعلق هنا بهزيمة أخرى للأعداء المغرب وأكد صاحب الجلال الملك محمد السادس في خطاب عشرين غوشت أن المغرب يوصل بكل ثقة والتزام انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع مبعوثه الشخصي بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة وأضاف كذلك أن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي ولقمة الاتحاد الإفريقي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الإختصاص الحصر للأمم المتحدة في رعاية المصار السياسي معربا عن الشكر والتقدير للقادة الأفارق الأشقاء الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف المبدئية للمغرب وتجاوبوا مع نداء مجلس الأمن الدولي الذي دعا أعضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهوده إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الأهم في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر قرار نهائي من الباراغواي تجاه قضية الصحراء لن يعجب البوليزاريو أكد وزير خارجية الباراغواي بخصوص القضية الوطنية أن جمهورية الباراغواي لا تعترف إلا بمغرب كبلد كبير وموحد تدعم وحدته ترابية وهو قرار نهائي ودائم واعتبر وزير الخارجية خلال لقاء جمعه برئيس مجلس النواب المغربي خلال مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية الباراغواي بالعاصمة بحضور بدر الدين عبد المومني سفير المغرب بالباراغواي أنه يكون تقديرا خاصا للمغرب بانكا وشعبا وهو يتابع كل الأوراش المختلفة التي يقودها الملك التي تهدف لرفاهية الشعب المغربي وخاصة تلك المرتبطة بالجانب الاجتماعي واعتبرها نموذجا وجب الاقتداء به وأوضح المتحدث أن الرئيس الجديد يعتبر الانفتاح والتعاون الاقتصاد الإقليمي ومع البلدان الصادقة ومنها المغرب خيارا استراتيجيا لذلك يؤكد أن أمام الطرفين آفاق رحبة ومشجعة لإبداع مختلف المبادرات للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقافي وأشار وزير خارجة الباراغواي أن تحديات العولم اليوم تفرض تكوين تجمعات سياسية واقتصادية تهدف إلى الاندماج من أجل رفع التحديات التنموية والتغلب على مختلف استيعاب التي تعاني منها الشعوب إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الأهل في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر رد مزلزل للملك محمد السادس على القرارات الأخيرة حول ملف الصحراء المغربية أكد الملك محمد السادس أن المغرب واصل بكل ثقة والتزام انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع مبعوثه الشخصي بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة وسجل الملك في الخطاب السام الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الدكرى الخامس والستين لثورة الملك والشعب أن هذا الالتزام يقوم على أساس نفس المرجعيات التي حددناها في خطاب المسر الخضراء الأخيرة مسجلا بارتياح الانسجام المتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية وأضاف أن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي ولقمة الاتحاد الإفريقي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الاختصاص الحصر الأمم المتحدة في رعاية المصاري السياسي وبالمناسبة عبر الملك عن الشكر والتقدير للقادة الأفارق الأشقاء الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف المبدئية للمغرب وتجاوبوا مع نداء مجلس الأمن الدولي الذي دعا عضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهده وفي هذا السياق أبرز الملك عن نروح وقيم ذكرى عشرين غوشت وما يميزها من إجماع وتلحم وتضحيات هي نفسها التي تحرك المغرب كلما تعلق الأمر بقضية وحدتهم الترابية وأكد أن ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة بما تحمله من دلالات ومعاني عميقة هي ثورة إيجابية رغم أنها كانت في ظروف قاسية فقد علمت المغارب الوطنية الحق وساعدتنا على المضي إلى الأمام وأضاف الملك محمد السادس وها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث وإعطاء المغارب المكان التي يستحقونها وخاصة الشباب الذي نعتبره دائما الثورة الحقيقية للبلاد كما أشار إلى أن إرادة الله تعالى شاءت أن يتزامن هذه السنة تخليل ثورة الملك والشعب مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وهي مناسبات وإن كانت تختلف من حيث بعدها الدين والوطني إلا أنها تقترن في قلوب ووجدان المغاربة بقيم التضحية والوفاء التي تطبعها